الزكي اللي ما تعلمش كويس شغلت دلوقتي عمال اشترم على الامام البخاري قال بخاري قال مخرف قال مش عارف الايه الكلام ده ما يصحش ليه البخاري ده راجل باحث اولا هو خلف قعدة اسلامية ومات متهضا هو ومسلم والامام مسئل اتنين لان كانوا بيجمعوا الاحاديث وكانش مفروضة الجمع عشان ما تشوشش عن الناس انما ماشي جمعوها الممكن المرة جاء نتكلم على الاسرائيليات على فكرة بس خلينا اقول لكم الحتة دي هو اسمه صحيح البخاري وصحيح مسلم فالناس اهلنا الطيبين لانه متعلموش كويس في المدارس مفكرين انه صحيح البخاري يعني اللي فيه الكلام الصحيح وصحيح مسلم يعني اللي فيه الكلام لا ده ما صح اسناده يعني التسلسل التسلسل بتاع الرواه له مستويات مستوى اسمه مقطوع يعني فلان ده مات واللي روا عنه ده ما كانش يسا تولد فالسند مقطوع او فيه اتنين مقابلوش بعض ضعيف يبقى مرتبة هذا الحديث انه ضعيف او ان في سلسلة الرواه فيه واحد كان سكري وبيجذب على الخليفة وبيجذب على الناه فهو مشهور بالكذب وده اللي منه بقى علم الجرح والتعديل فبالتالي الحديث دركته ايه موضوع موضوع وحسن ومقطوع وصحيح دي مراتب اسناد ملهاش دعوة بالنص نفسه ائمة علم الحديث النبوى ومعرفش ليه الازهر ما بيقولش الكلام ده للناس اشهر محدث في تاريخ الاسلام اسمه ابن الصلاح في الوصول الوسطى يعني قال كده الاحديث النبوية ليست يقينية عشان فيه العنصر البشري فيها وانتو عارفين عبارة ابن نفيس اللي قلت لكم كذا مرة وبدأت بيها واما الاخبار والتي بين عيدينا الان فانما نتبع فيها غالب الظن للعلم المحقق فبالتالي يقول لك يا اخي اسمع ورد في صحيح الحديث ده حجم اللي اتنين يا مش فاهم يا بينصب عن الناس يعني اول ما حد يعمل لكم كده ويقول لك وقد ورد في الحديث تقول لي انت حمار يا مش فاهم يا متآمر لانه ما فيش حاجة كده وبعدين فجأة طلعت لنا كلمة من عشرين تلاتين سنة والحديث هو المصدر الثاني للتشريع جبت منين الكلام ده قال لك اوفد النبي مش عارف مين الى اليمن وقال له بما تحكم قل بكتاب رسول الله ثم قال له بحديث رسول الله ثم وهو حديث صحيح صحيح الاسناد مش صحيح المحتوى وبالتالي الجهد الكبير اللي جمعه اللي بازله البخاري في جمع الاحاديث ده جهد بحسي مش جهد عقائدي ولي صح ان احنا انتقدوا عليه هو بيشوف مين قابل مين ومين ما قابلش مين فبيحط ما صح اسناده وكذلك بقى الحاكم في المصدرات والامام مسلم في الصحيح والموطأ وهكذا انما احنا نخلط كده المفاهيم ببعض هذا ما يؤدي الى تشويش على تشويش وبالتالي نقعد نشتكي احنا ليه ما بنتقدمش ما انت هتتقدم ازاي لا قادر تضبط لغتك ولا قادر تضبط افكارك مستني ايه يعني ازاي هتتقدم هيجوا اليهود يقدموك هيجي الامريكان يرفعوك ازاي يعني تقدم مسئولية كل متقدم والتقهكر مسئولية المتقهكرين بس بدل ما يعترفوا بالمسئولية لا عايز الدنيا تخرب بقى ده من وكان فيه بقى النبوءات بتاع نستراداموس ونهاية العالم والفين واتناشر لا في الرجل المتنب ده الفين وواحد ما زبطتش ده خلنا بقى في الفين واتناشر والميديا بقى اليهودية انا جبت مرة سيديهاي عليها عشر افلام كلهم عن نهاية العالم في الفين واتناشر كانت نهاية نحن وهم ظروفهم اتحسنت وتجاوزوا الازمة المالية بتاعت العقارات وافلاس البنوك واحنا اتوحلنا طب ناخد باننا بقى من الكلام ده ونلتقي الشهر الجاي غالبا غالبا مع الاسرائيليات ونقدر ناخد سؤال